هيكون معنا دلوقتي فاروق صلاح مرسلنا العزيز من النمسا هيكون معا لقاء هام جدا مع المستشار خالد المنشاوي نائب سفير مصر في النمسا أكيد هيكون ليه تصريحات هامة جدا في هذا الصدد ومعسكر النادي الأهلي في النمسا نتابع التقرير وبعد كهن نرجع فاصل ونرجع لكم مرة تانية في تاني فقراتنا الحوارية كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تقناتنا دي الأهلي في كل مكان مستمرين مع حضركم عبر شاشة تقناتنا دي الأهلي وتقطيطنا في الحصرية لمعسكر إعداد النادي الأهلي في النمسا مجهود كبير جدا للسفارة المصرية دور كبير جدا ملموس منذ قدوم ومن قبل قدوم النادي الأهلي إلى النمسا إنهاء كافة الأمور اللوجستية وكافة الأمور لبعثة المصرية أمور كتير جدا هنستفيد في الحديث في هذه الأمور مع معالي المستشار خالد المنشاوي نائب معالي السفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا سات المستشار برحب بحضراتك على شاشة تقناتنا دي الأهلي جهود مفزولة يعني من قبل قدوم بعثة فريق النادي الأهلي بنشوف صداها ونتاجها بالنسبة لبعثة النادي الأهلي في تيسير كافة الأمور خلينا رحب بحضراتك في البداية على شاشة تقناتنا دي الأهلي ونشكركم من خلال تقناتنا دي الأهلي على المجهود اللي بزلتوا على المدار الآيام الماضي أهلا وسهلا بحضر كابتن فارو وأهلا بالسادة للمشاهدين يعني زي ما حدك تفضلت أنه من قبل ما ييجي النادي الأهلي هنا هوت وقبلها بحوالي أسبوعين لما نشرت الأخبار في الجرائد صراحة كان فيه استعدادات وتواصل ما بين السفارة السفير محمد الملة وكمان الأنصل محمد البحيري كان فيه تواصل وأنا مع كابتن عادل كابتن عادلي وكابتن محمود الخطيب طبعا يعني كان فيه تواصل من قبل ما تبتدي الزيارة يعني التسهيل أي أمور لوجستية أو إدارية تخص الإقامة تخص الاستعدادات فالحمد لله وطبعا الجالية يعني من ساعة ما النادي الأهلي نشر الأخبار فيعني إحنا على طول في تواصل مستمر مع الجالية يعني في الاستقبال برضو الجالية كانت موجودة معنا وهنا النهاردة في التدريبة بتاعت النادي الأهلي حالاكم شفتم الجالية كانت موجودة برضو فطبعا إحنا ساعدنا جدا بوجود النادي الأهلي كأحد أكبر الأندية موجودة في مصر ويعني نتمنى أن كل المتخبات الوطنية وكل الفرق المصرية كمان يعني تشرفنا هنا يعني الجاليات في أوروبا يعني بتبقى مشتاقة جدا لحاجة زي كده معالي المستشار عايز أتكلم كون نقطع وديب بكل صراحة من القلب يعني نسفر مع النادي الأهلي في كتير من البلدان لكن من أكثر البلدان اللي شايفين في تواصل وترابط من أفراد السفارة المصرية مع أفراد الجالية المصرية منعاكس في كلامهم فأحدثهم معنا أعتقد صورة بندلب تدل على حالة الحب والثقة الكبيرة جدا من السفارة المصرية للجالية المصرية وأعتقد علاقة متبادلة ما بين الاثنين والله الجالية المصرية هنا هو الجالية أديمة كمان يعني إحنا عندنا جيل أول وثاني وثالث كمان دلوقتي موجودين في النمسا وطبعا التواصل المستمر إحنا عندنا الجالية المسجلة أكتر من 30 ألف مواطن مصري موجودين هنا في النمسا دول المسجلين بس أعتقد أن الرقم أكبر كتير من كده كمان فطبعا التواصل معهم مستمر في النادي المصري في الجالية المصرية بكل طواقفها موجودة وعلى تواصل دائم مع السفارة معالي المستشار اختيار موفق للنادي الأهلي اختار النمسا بالتحديد في هذا التوقيت وتكون فترة بداية الموسم فاختيار مميز يعني انتبه حضرتك عن هذا الأمر يه والله يعني الجو حاليا الحمد لله جو مناسب جدا لعمل معسكر في النمسا حضرتكم شفتوا المناظر الطبيعية الخلابة يعني وكمان المكان بتاع الإقامة بتاع الفريق منعزل يقدروا اللعيبة تركز في التدريبات بتاعتهم وان شاء الله ده يكون يعني بداية موفقة للجاي ان شاء الله بقى سواء في الطائف او بعد كده في أفريقيا وكاس العالم للأندية كل التوفيق ان شاء الله معالي المستشار حطينا في الصورة اكتر بخصوص المباراة الوديلة هتكون يوم السلساء القادم هتبقى هي ختم مباراة الوديلة للنادي الأهلي الترتيبات اللي بتتم الأمور الخاصة به هذه المباراة للجالية المصرية والله حتى الآن ان شاء الله فيه بعد بكرة يوم خمسة سبتمبر في مدينة جراس هي حوالي ساعتين بالعربية من فيينا وحوالي نصف ساعة من مكان إقامة الفرقة هنا هو هتتزاع ساعة خمسة بتوقيت فيينا وان شاء الله يعني طبعا حتة الجالية تحضر او ما تحضرش دوت يرجع بقى لدارة النادي الأهلي والجهاز الفاني احنا احنا منسقين وطبعا الجالية تحب ان هي تحضر لكن يرجع بقى في القرار الفتح المباراة للجمهور او لا دوت هيبقى مع النادي الأهلي ان شاء الله يعني دي نقطة مهمة برضو ان انا وضحها من خلال ان الشاشة القناة النادي الأهلي ان دورنا كاسفار ان احنا نوفر الجو الملائم اللي يتناسب مع بعسة النادي الأهلي او مع متطلبات الجهاز الفاني حتى لو هنحرم من مشاهدة المباراة والله اتمنى ان الجالية لا تحرم بصراحة يعني ان هيكون دوت شيء بس طبعا دي قرارات بتحددها الجهاز الاداري للنادي واحنا ما يزننا على تواصل معهم طبعا في هذا الموضوع وبالتوفيق ان شاء الله انتباه حضرتك عن بعسة النادي الأهلي واحنا دايما من النادي الأهلي هو فخر الكرة المصرية مقابلة الكابتن محمود الخطيب وكان لحضركم يعني كنتوا في استقبال البعسة وايضا كنتوا في استقبال الكابتن محمود الخطيب قيمة والقامة الكبيرة للكابتن محمود الخطيب والله الكابتن محمود الخطيب يعني يعني اسطورة من اسطور القرى المصرية يعني مش بس للنادي الأهلي ولكن لمصر كلها طبعا فده يعني حاجة جميلة جدا وأدئل شخصية فاخيرة جدا فساعدنا جدا بوجوده وأعتقد أن الجالية كمان انبسطت جدا 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 حتى وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي وكده يعني شيرت بعض الصور ليه وأعتقد أن وجوده مع الفرقة برضو هيكون حافز ليهم إن شاء الله حافز ليهم وده كان خبر سعيد جدا 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 لكل أبناء الجالية هنا هو ميستر كولر بالأمس في الجولة الحرة كان سبق ليه تدريب منتخب النمسا فيه يتمتع بشعبية جريفة هنا في النمسا في حديثه مع بعض الجمائير قال لهم أنا أدرب أكبر نادي في إفريقيا أعتقد أمر جبير جدا وشهد جبير جدا للنادي الأهلي والميستر كولر نفسه أنه يتولى تدريب للنادي الأهلي يعني حضاك النادي الأهلي سجله حافل يعني سواء في الدوري المحلي أو في الدوري أو في أفريقيا أو على مستوى الدولي فده حاجة مشارفة لكل مصر ترجمة نانسي قنقر